صوت صريخ وبكاء صدر من داخل أحد البيوت القروية بمركز سملوت في محافظة المينيا أصار انتباه واستغراب الأهالي فترة قبل ما يوقف بشكل مفاجئ لكن الاستغراب دوت راح تاني يوم الصبح لما كل حاجة تكشفت جثة لشاب عمرها 16 سنة مقتولة وجثتها متعلقة بحبل غسيل في سقف غرفة النوم وهدومها غرقانة بالدم شكلت لغز حير الأهالي أجازة الأمن بدأت تعمل تحرياتها واكتشفت أن المجني عليها كانت قاعدة مع والدها واخوتها بعد ما والدتها توفت وشالت هي مسئولية البيت قبل ما أخوها يقرر يخلص منها بسبب إشاعة صدرها له بعض الشباب في القرية أخو المنت المجني عليها رجع من شغله في برسعيد كعدته كل شهر وهو قاعد مع أصحابه في القرية المقيم فيها حد فيه متكلم عن أخته بطريقة مش كويسة وشكك في سلوكها الشاب بتغلين وبدل ما يسمع من أخته ويعرف الصح من الغلط قرر أنه ينتقم منها وبعد ما حكم عليها أنها أصبحت عار على العيلة الشاب استدرج أخته بحجة أنه هو عاوز يتكلم معاها وقفل عليها قط النوم واتهمها بسوق السلوك وإن سلتها بقت على كل لسان وندوقت سبب له مشاكل البنت رفضت طبعا الاتهمات اللي أخوها وجهها لها وحصلت بينهم مشدة عنيفة فالولد جري على المطبخ جاب سكينة وسدد عدة طعنات لأخته في بطنها وبعد ما تأكد أنها فرقت الحياة شال جستها وربطها من رقبتها في سقف غرفة النوم الشاب المتهم اعترف في التحقيقات بأخذت لأخته وقال أنه عمره ما كان يتخيل أنه يقتلها ولكنه برر فعلته بأن الدم يخسد العار خلافات زي أي خلافات بتحصل بين راجل ومراته في محافظة الإسماعيلية انتهت بأن الستة تقرر تسيب البيت وتطفش تروح تقعد عن نبوها يوم وليومين ولكن الراجل بدل ما يفكر أنه صالح مراته ويرجحها البيت رمتوا بيتها وقرر أنه يعيش حياته لكنه ما كانش متخيل أن نهاية اختياره هتكون خلف الأطبان تاجر السمك المشهور ببصلة عينه زاقد وتغل في علاقة عاطفية مع بنت عمرها 17 سنة واتوارت العلاقة بينهم لدرجة أن البنت راحت عاشت مع البيت وخلال الفترة دي تتعاطو كمية كبيرة من المخدرات وتحديدا مخدر الشادو مرت الأيام والشهور والعلاقة بينهم زي ما هي وفي لحظة عامت فيها المقدرات عونهم وغيبت عقولهم حصلت بينهم مشجرة عنيفة وخلال المشجرة ضرب بصلة البنت ضرب عنيف لدرجة أنها فقدت الوعي وفرقت الحياة بين إيديه ما بقاش المتهم عارف يخلص من الجثة إزاي لحد ما قفزت فراسه فكرة وبدأ في تنفيذها شاء البصلة جثة البنت ولفتها في كفن وخباها داخل تلاجة حفظ السمك في محل مملوك ليه في العقار اللي هو ساكن فيه في الدور الأرضي عشان ريحة الجثة ما تطلعش وتفضحه والحد ما يفكر في طريقة يخلص بيها من الجثة ولكن تشاء إرادة ربنا أن أمره ينكشف وكرمته تتفضح ويتم القبض عليه بصل اعترف في التحيات بالاتهمات لوجهات هالو النيابة العامة وقال أنه ما كانش يقصو ضيئة للبنت ولكنها عصبته وهو ما كانش في وعيه كل شيء بالخناء إلا الجواز بالاتفاق يمكن ده مثل شعبي شهير بيددوله المواطنين بينهم بشكل كبير في العديد من المواقف المرتبطة بالجواز ولكن اللي حصل في مركز الصف بجنوب معاوزة الجيزة كان عكس ده تماما نقدر نقول إن كل شيء بالخناء إلا الجواز بالدم شاب كان خاطب بانتخاله وكان باقي فترة الليلة على جوازهم إلا إن البنت فجأة وبدون مقدمات قررت إنها تينهي الخطوبة وما تكملش الجوازة الأمر كان غريب بالنسبة لأسرتها وبالنسبة لخطبها وأسرته اللي قبل ما يكون في بينهم نسب ده في بينهم دم بحكم الأرابة اللي بينهم ولكن في الأول والآخر ده كان قرار البنت قرر أخو الشاب اللي مرتبط بالبنت إنه يروح بيتخاله ويتكلم مع البنت الناس رحبوا بيه وفتحولوا بيتهم على إنه يقدر يقنعها بإنها تغير قرارها وبالفعل الولد دخل وقعد مع البنت في القوضة لوحدهم وحاول يقنعها ولكنه فشل في إنه يخليها تغير قرارها فتعصب جدا ومسك البنت ضربها وخنقها بإيده لحد ما ماتت المتهم اختفى ومحدش بقى عارف طريقه ولكن زي ما بيقوله محدش بيهرب من مصيره أجهزة الأمن قبضت على المتهم واللي اعترف في التحقيقات بجريمته وقال إنه حاول يقنع البنت إنها تتراجع عن قرارها ولكنه تفاجئ بيها بتصر على موقفها واستفزته وده دفعوا إنه يعتدي عليها ويخنقها لكنه ما كانش قصده يقتلها دي كانت أهم وأبرز الجرائم خلال الأسبوع اللي فات اشتركوا في القناة